والحديث عن مباراة الأهل وفلامينجو وختم كأس العالم للأندية وكمان نشوف مع بعض الاستحقاقات وما هو قادم بالنسبة للنادي الأهل في الفترة اللي جاية يمكن المشاركة في كأس العالم للأندية هذه المرة لم تكن لها أي ترتيبات يمكن جات المشاركة بشكل مفاجئ وبصورة مفاجئة والنادي الأهل الحمد لله كان على قدر الحدث في هذه المشاركة وقد من أفضل وأمتع مباراة بطولة كأس العالم للأندية بالمقارنة بالبطولات السابقة يمكن على مستوى الترتيب والنتائج قد يكون هناك تراجع في المشاركة في هذه البطولة عن البطولة السابقة أو البطولة قبل السابقة لأن البطولتين اللي فاتوا كان الأهل معال ميداليا البرونزية المراضي الأهل معال المركز الرابع أو اختتم البطولة في المركز الرابع رابع العالم في كأس العالم للأندية ولكن لما تيجي تبص بقى على الشكل العام للمشاركة والأرقام اللي الأهلي حققها في هذه البطولة نقدر نقول إن الأهلي السنة دي قدم مستوى فني أفضل كتير جدا من البطولة السابقة والبطولة قبل الماضية اللي أقيمها سواء في الدوحة أو في أبو ظبي ويمكن من النقاط الإيجابية اللي أنا شايفها في كولر ويمكن معظم جماهري النادي الأهلي إن الأهلي بيقدم قره هجومية إن الأهلي بينزل مش خايف من أي حد الأهلي بينزل وبيلعب مش راهب أي فرقة وجمهور الأهلي لما نزل وكتب يافطة كبيرة في ملعب مولاي عبدالله في الرباط النادي الأهلي كبير إفريقيا وكبير العرب لا يهب أحد وبالفعل كولر كشخصية وكمسؤول على رأس الإدارة الفنية للنادي الأهلي مدرب بيقدر يفرد شخصيته على الفرق اللي بيواجهها أيا كانت المدارس القروية يمكن من النقاط الإيجابية برضو اللي احنا شفناها في البطولة دي ولو أنت فكرت أنك تعمل دورة ودية حتى وتصرف عليها مليارات مش هتقدر تجمع كل المدارس دي في أقل من عشر تيام بتلاعب بطل قارة أوكيانوسيا بتلاعب بطل قارة الكونكا كاف بعد كده رايح تلاعب بطل أوروبا وقيمة ومكانة ريال مدريد حتى على المستوى العالمي كبيرة جدا مش فكرة أنه بطل أوروبا بس كمان بتلاعب بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل فلامينجو لما له من تاريخ وإسم وإمكانيات كبيرة جدا وعنده لعبين على أعلى مستوى يمكن لعبه في أفضل وأكبر الأندية والدوريات الأوروبية في السنوات الأخيرة فعلى مستوى الفن أنت لعبت مباراة قوية وفي وقت قياسي وفي زمن صغير جدا ويعتبر أنت الفريق الوحيد اللي لعبت الأربع مباريات في البطولة في 11 يوم بالإضافة لده لعبت وفردت شخصيتك في مباراة الريال وفي مباراة فلامينجو ولكن بعض النقاط والتفاصيل قد تكون صغيرة أو بسيطة ولكن نتائجها ممكن تنعاكس سلبا عليك إذا ما استفدتش بيها خلال الفترة اللي جاي مهم جدا بقى كهاز الفن مجرد ما يصل الليلة إلى القاهرة يمكن في هذه اللحظات وأنا معاكم الطيارة الحمد لله يمكن في الطريق حاليا من مطار راتنجا إلى مطار القاهرة الدولي تصل الليلة إن شاء الله حول الساعة 10 ونصف من مسائل لليوم عشان يبدأ الجهاز الفني بقى يحضر ويفكر للفترة اللي جاية وانا وثق مليون في المية أن بعض التفاصيل اللي فيها نقاط قد تكون سلبية في كاس العالم الأندية الجهاز الفني هيشتغل عليها بشكل جيد جدا في مباراة تدوري أبطال إفريقي لها إهدار الفرص ثانيها التركيز في اللحظات الأخيرة وفي الجزء الأخير من المباريات وثالثا وهو الأهم يعني قدر الإمكان التقليل من الأخطاء اللي ممكن تؤثر على النتائج في المباريات في الفترة اللي جاية لأن انت في وقت طويل جدا بتبقى راكب الجيم بلغة الكورة ومقدم كورة هجومية على أعلى مستوى وبتوصل للمرمى المنافس بالعشر والحداشر والتلاتاشر مرة في المباراة وانت بتلعب الريال أو بتلعب فلمينجو على فكرة يعني أنا شو أقول عالد الفرص ده وانت بتلعب أوكلاند سيتي لا ده انت بالعكس في مباراة الريال يمكن وصلت للمرمى وعملت كم فرص أكتر من فريق ريال مدريد خدت يمكن 8 كورنر بالمقابر بأربع ركنيات فقط لفريق الريال نفس الأمر في مباراة فلمينجو كنت متقدم 2-1 ورجعت في النتيجة من 1-0 إلى 2-1 وكنت ممكن تجيب الهدف الثالث وتأتي المباراة ولكن يعني هدف محمد شريف أو فرصة محمد شريف يمكن كان لها دور كبير جدا أن النتيجة والأداء في المباراة تغير ولكن هي من النقاط اللي ممكن تستفيد بيها خلال الفترة اللي جاية وعندك مباراة الهلال السوداني وده رسالة الجمهور النادي الأهلي مشاركتك في كأس العالم للأندية ومشاركتك في البطولة فيها إيجابيات وفيها سلبيات ولكن لو نظرت ونظرة من بعيد شوية وبعد فترة من نهاية المباراة فترة هدوء هتلاقوا أني فيه إيجابيات كتيرة جدا أنا مش بتكلم بس على الجانب المادي ده الجانب المادي الأهلي كسبان فيه بنسبة مليون في المية مش مية في المية ولكن على الجانب الفني كولر لعب كل الفريق معه مع ده محمد فخر ومحمد أشرف غير في مراكز اللعيبة عمل روتيشن في الأربع مباراة ولعب بأكتر من تشكيل فيه مرونة وفيه تكتيك معين بيلعبه كولر مع الأهلي في الفترة الأخيرة ممكن بأربعة اتنين تلاتة واحد ممكن أربعة تلاتة تلاتة ممكن أربعة واحد أربعة واحد فالرجل عنده مرونة تكتيكية على أعلى مستوى ولكن الجزء المهم اللي ممكن نبنى عليه الفترة اللي جاية الأخطاء اللي حصلت إزاي نعالجها ولو البطولة دي بطولة ودية مثلا وعايز تجمع فرق عشان تستعد لبطولة إفريقيا والله ما كنت هتلاقي أفضل استعداد زي الاستعداد في كأس العالم ما للأنديه أيضا كمان نفس الأمر لكولر محتاج أكيد الفترة الجاية شوف بقى بعد النواقص اللي عنده التغييرات ممكن تبقى بدري المراكز اللي ممكن اللاعبة تلعب فيها في الفترة اللي جاية مين كان لعب في المركز ده والأفضل اللي يلعب في مركز تاني مين اللي تقلق في المركز ده وياخد دفعة قوية جدا في الفترة اللي جاية البطولة دي من أفضل البطولات اللي يلعب فيها محمد عبد المنعم محمد هاني حسين الشحات أدوا أداء رائع جدا على مدار البطولة فإن شاء الله بإذن الله مع مباراة الهلال السوداني تكون بداية وانطلاقة قوية طيب ده على الجانب الفني والكلام ده مش كلامي بس ده النهاردة أنا بقول لكم وجهات النظر والتقييم من خلال الصحف العالمية اللي بتتكلم على الأهل بالمنظور بالمشاركة في الأربع مطشط ليه الفترة اللي جاي طيب الجانب المادي ودي معلومة بقى وانتم متعودين دايما مننا بتاخدوا مننا المعلومات والصابق دايما في أي أخبار تخص النادي الأهل احنا النهاردة بنتكلم في 12 فبراير الاتحاد الدولي في اليوم الأخير من المشاركة في كاس العالم للأندية أخطر وبلغ كل الأندية لشاركة في البطولة إنه بحد أقصى يوم 18 فبراير يعني بنتكلم يوم السبت اللي جاي كحد أقصى تبعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي مكتوف فيه المشاركة في هذه البطولة والمركز اللي حققته وفي نفس الوقت كمان تقول للفيفا الحساب البنكي اللي المفروض الجايزة بتاعتك هيتم تحويلها عليه وبالتالي قبل يوم السبت اللي جاي وهو الحد الأقصى اللي حدده الفيفا النادي الأهل هيرسل الخطاب البنكي الخاص به حساب النادي الأهل عشان يتم تحويل عليه جايزة المركز الرابع 2 مليون دولار أعتقد في ظل العملة الصعبة والإمكانيات المادية والاستحقاقات اللي مقبل عليها النادي الأهلي المشاركة في هذه البطولة جات في توقيت مناسب جدا عشان يقدر النادي الأهلي يصرف على كل قطاع الكورة خلال الفترة الجاي عشان يستعد لغمار منافسات دور أبطال إفقه عندك مباراة الهلال ثم مباراة السانداونز بعد كده عندك القطن الكاميروني المباراة المؤجلة من الجولة الأولى ثم تسافر تلعب مع سانداونز وبعد كده عندك الهلال وتختتم المباريات مع القطن الكاميروني خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الأخبار والكلام المهم اللي لازم نقوله في التوقيت الحالي عاقب ختام منافسات كأس العالم الأندية وعودة البعثة اليوم والاستعداد يوم السبت الجاي لمباراة الهلال السوداني